الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله وعلي كركيقة جبهة الجنوب في الحزب وعدد آخر من قادة الحزب وهنا الأنظار تتوجه إلى من سيخلف الحزب ومن المرجح أن يكون القياد هاشم صفي الدين الذي يعتبر الرجل الثاني بعد حسن نصر الله طبعا بعد أن أكد الحزب رسميا ونع نصر الله إذن من هو هاشم صفي الدين الذي قد يخلف نصر الله الذي كان يتحرك بسرية أمنية تامة وطالما تحدث لأنصاره عبر شاشات صفي الدين الرجل الثاني في الحزب تم إعداده لخلافة نصر الله منذ العام 1994 تربطهما صلة قرابة فهو ابن خالة نصر الله وهو أيضا صهر قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق هاشم صفي الدين الذي ولد عام 1964 في بلدة دير قانون النهر في منطقة صور بالجنوب اللبناني تلقى تعليمه في النجف وقم ومن بين مؤسسي الحزب في عام 1982 انتقل من قم إلى بيروت ليتولى رئاسة المجلس التنفيذي للحزب أشرف على عمله آنذاك عماد مغنية تولى صفي الدين لثلاثة عقود الملفات الحساسة تاركة الاستراتيجية منها لنصر الله كان يطلق عليه برجل الظل لكن التقييد الأمني على نصر الله دفع به للواجهة وفيه كثيرا من الشبح بحسن نصر الله شكلا ونطقا وحتى لذغة الراء شكرا